مليتين أضروا على تكوينMoon الحكام كان أضروا على التكوين القائد اللي يكون في داخل العسل وكان أضروا على التكوين المستمر ما بعد تنجح الحكام وكان أضروا على تكوين Wellington على مستوى النخبة أعتقد وهذا ليس مجملة أخرى على أن برامج اللي اللي يحمل في المغرب من أحسن وأرقى برامج تكوين الموجودة على المستوى القاري لأنه سبق لنا أننا شاركنا في القاهرة السي جامالك عواشي رئيس اللجنة المركزية وأنا المديرية الوطنية ومن الذي قدمنا البرنامج أعتقد أنه حظي بإعجاب الجميع المتداخلي تحكيم المغربي فقد باريقه أعتقد أنه لم يكن دورة إفريقية لغافية تحكيم المغربي لا على مستوى الشان ولا على مستوى الكهن وخصوصا على مستوى كأس إفريقيا للأمة المسابقات القارية تنوجدوا لأنه الحكام المغاربة من الحكام التي قودوا هذه المباراة حتى تقريبا الحدود القصوية يعني ربع النهاية تيوصلوا لها الحكام المغاربة كأس العالم مشاركة كأس العالم أن يشارك حكم أو حكم مساعد أحيانا أنه يشارك حكم ما يشارك حكم مساعد وكانت شرفوا على أنه أول مشاركة مغربية كانت بفضل غريب جلالي وحكم مساعد من بعد جاء المرحوم من بعد جاء بدور به من بعد دخل جاء أرضوان عاشق الآن والحمد لله لأنه أرضوان جيد أحد المرشحين لقيادة أو للمشاركة في نهاية كأس العالم عشرين اثنين وعشرين بقاطر إذا ماذا ينقص منظومة التكوين لكي توصل تعطينا هذا الحكام الذي يتكلموا عليهم الجميع أنه حكام من المستوى العالي نعم لأنه من المستوى التكوين لا يمكن أن المنظومة التكوين ستفرض لك سبعة أو ثمانية أو تسعود أو عشرين الحكام كلهم سيذهب لكأس العالم قضية اختيار الحكام في المسابقات القرية لا تتحكم فيهم غير المرضوذية والجودة للحكام تتحكم فيهم أمور أخرى الانتماء تمتيلية والانتماء إلى المنطقة وإلى آخره فننتمي إلى منطقة شمال إفريقيا طبيعة الحال نمتل مع مجموعة من الحكام الذين يتكلمون على مستوى التكوين أعتقد أن التكوين القائد الذي كان لدينا فيه مشكلة بدأنا نرسي قواعد واحدة استراتيجية موحدة وهي أنه السنة الماضية تمكننا أن نأونا على مستوى الهيكلة داخل العصب نضع واحدة الهيكلة موحدة في جميع العصب العصب 11 عندها نفس الهيكلة تكوين مدير جيهاوي كين مكوين جيهاوي كين مويد بدني جيهاوي وكين ملقين جيهاوي